أدانت مصر بأشد العبارات قسف إسرائيل مدرسة نتابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أون روا والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استمرار الانتهكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وشدات الخارجية على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل القطاع واستناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغافية بصورة كاملة دون عوائق عن كافة المعابر البرية للقطاع